بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعدائك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولعة بذكرك ودعائك محبة لصفوتي أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواض لنعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك والهام وسبول اللاغبين إليك شارعام وأعلام القاصدين إليك واضحام وأفئدة العارفين من كفاز عام وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوم والإغاثة لمن استغاث بك موجود والإعانة لمن استعان بك مبذول والإعانة لمن استعان بك مبذول وعداتك لعبادك منجزا وزللا من استقالك مقالا وأمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وعوائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وحوائج خلقك عندك مقضيا وجوائز السائلين عندك موفرا وعوائد المزيد متواترا وموائد المستطعمين معدا ومناهل الضماء مترعا اللهم فاستجب دعائي هو اقبل ثنائي هو اجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسن إنك ولي عمائي هو منتهى منعاي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي أنت إلهي هو سيدي ومولاي اغفل يوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأظهر كلمة الحقي واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطلي واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر 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 لا تصدر